السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد سيد واهلا بكم معي في حلقة جديدة في الفيديو اللي فات عرفنا مع بعض ازاي ندفع فطورة التليفون الارضي عن طريق تطبيق وفرها ناس كتير كتابتلي في الكومنتات ان المصاريف بتاعة اه تطبيق وفرها بتكون اه كبيرة عاوز اقول لكم ان ده تطبيق وفرها اقل خدمة مصاريف اه موجودة وسط التطبيقات الموجودة زي فوري وحاجات تانية كتير جدا تطبيق وفرها هو اقل خدمة مصاريف موجودة تقدر انك تستخدمها ونشوف مع بعض الكلام ده اه بصورة عملية عشان بس نتأكد ان التطبيق وفرها ده هو اقل خدمة مصاريف موجودة لحد دلوقتي يعني انا اصلا لما بجيب لكم المعلومة ببقى عاوز يعني مصلحتكم مش اكتر يعني عاوز قابتكم مش اكتر يعني اعملش علاقة بالتطبيق ولا بعمل دعاية للتطبيق انا مش شغال فيه اصلا فالفكرة كلها انا عاوز اجيب لكم اقل حاجة ممكن انكم تدفعوها وتستفادوا بها فالنهاردة ان شاء الله هندفع مع بعض المية احنا هندفع النهاردة فطورة المية وهنقارن اه تطبيق وفرها بتطبيقات تانية زي تطبيق فوري في مصاريف الخدمة بين التطبيقين وهنشوف مع بعض دلوقتي هنفتح مع بعض تطبيق وفرها طبعا بعد ما سجلنا فيه والكلام ده كله عارفنا مع بعض في فيديوهات سابقة ازاي نعمل تسجيل اه في تطبيق وفرها كمان اه تطبيق وفرها احنا في شهر اتناشر نقدر ان احنا ناخد خمسة المية على كل فطورة احنا ندفع فبعدنا بنفتح التطبيق بتاع وفرها بنروح على تفع الفواتير تحت على ايدنا الشمال وبنختار المية احنا ندفع النهاردة فطورة المية وهندفعها اه لعلم بس عن طريق فودابون كاش الناس اللي هي عاملة حساب على فودابون كاش تقدروا ان انتم اه تدفعوها عن طريق فودابون كاش وما فيش مشكلة خالص لو انت عاوز تدفعها بالفيزا كارد بتاعتك سواء كانت اه مرتبات او مشتريات او اي او حتى ميزة اي فيزة موجودة معاك تقدر انك تدفع بيها الفطورة بتاعتك سواء كانت غاز كهرباء مية اي حاجة فموضوع النهاردة هندفع مع بعض بيه اه بودابون كاش فبعد ما اه بنروح على دفع الفواتير تحت على ايدنا الشمال هنختار المية بعد كتا بتختار الشركة هنا اللي انت تابعها البحر اللحمة الشرقية المنظرية الكلام ده كله انا طبعت اه شركة المية في القاهرة فهاختار مياه القاهرة بعد كده هنا بيجيب لك رقم المشترك بتكتب الرقم المشترك بتاعك اللي موجود على اي فطورة سابقة معاك اندفعت بيها بيكون مكتوب رقم المشترك الخاص بك انا هكتب دلوقتي اه رقم بتاع الاشتراك بتاعي زي ما احنا شايفين انا كتب الرقم بتاع المشترك بتاعي اللي بقدر من خلاله ادفع الفطورة بتاعة المية فهدوس هنا على اتمام الدفع زي ما احنا شايفين هنا جاب لي فوق هنا رقم المشترك ويكون الفطورة كمت الفطورة هنا كام تلاتة وتلاتين جنيه وتمانية وتسعين ارش طيب مصاريف الخدمة بقى ودي اللي هنتكلم فيها هي تلاتة جنيه وستين ارش يعني الاجمال لي سبعة وتلاتين جنيه وتمانية وخمسين ارش طيب لو رحنا بقى على تطبيق زي تطبيق فوري انا اخدت لكم من الفطورة على تطبيق فوري زي ما احنا شايفين ادي كيمة الفطورة هنا بمبلغ تلاتة وتلاتين جنيه وتمانية وتلاتين ارش اللي هو موجود تيجي بقى لرسوم الخدمة رسوم الخدمة هنا خمسة جنيه ونص الاولاني تلاتة جنيه وستين ارش هنا خمسة جنيه ونص يعني تطبيق فوري بياخد منك هنا رسوم اعلى. يعني الاجمال هنا تسعة وتلاتين جنيه وتمانية واربين قرش. عكس الاجمالي هناك هيبقى سبعة وتلاتين جنيه وتمانية وخمسين قرش وهي هنا مصاريف الخدمة هي آآ تلاتة جنيه وستين قرش يعني زي ما قلت لكم هو تطبيق وفرها باقل تطبيق آآ بياخد آآ رسوم آآ على دفع الفواتير. فهندفع مع بعض الفاتورة عن طريق تطبيق وفرها عشان نستفاد آآ من اقل رسوم ممكن ندفعها في الفاتورة بتاعتنا. زي ما احنا اتفقنا مع بعض لو انت في شهر اتناشر ويه عندك آآ كود خاص من طبعا تطبيق وفرها بيعمل آآ كل شهر كده عروض بيديك خمسة في المية على كل فاتورة انت تدفعها الكاشباك ده. دي موجودة في المحفظة بتاعة تطبيق فوري تقدر ان تطبيق وفرها تقدر انك تستخدمها في اي وقت. فدلوقتي هدخل الكود انا دخلت الكود ده قبل كده في آآ دفع فاتورة التليفون الارضي وارجعلي زي ما شوفنا بعض الكاشباك او زي ما اتفقنا ارجعلي الكاشباك على المحفظة بتاعت فهدخل آآ نفس الكود ده هشوف هايديني نفس الكاشباك على الفاتورة دي ولا لا. هو الكود كان دي اي سي خمسة. بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وهدوس على تطبيق هشوف هايديني الكاشباك. هنا بيقول لي انت استخدمت الكود ده من قبل. فانا خلاص عشان استخدمت الكود ده فما ينفعش ان انا استخدمه تاني فبشيل علامة الصح من على لديك كود الخاص. ويبقى دوس هنا على تأكيد الدفع. عشان ابدأ ان انا ادفع الفاتورة. زي ما احنا اتفقنا مع بعض تقدر انك تدفع باكتر من وسيلة. الوسيلة الاولى انك تدفع بالبطاقة البنكية لو انت عندك آآ فيزة بتاعتك سواء كانت المرتبات او المشتريات او ميزة وايا كان الفيزة اللي موجودة معك. اما حاجة طبعا تكون سرية ويكون فيها رصيد. فآآ بتتعلم على البطاقة البنكية وبتدوس على اتمام الدفع وبتكتب البيانات بتاعتك. وبتمشي مع اجراءات الدفع. فموضوع حلقت النهاردة هندفع عن طريق محفظة فهنعلم على المحفظة وهنكتب مع بعض الرقم اللي انا مسجله في محفظة كاشوي. بعد كده بدوس هنا على اتمام الدفع. المفروض آآ يجي رسالة بحاجة اسمها الكود ده اهو ده الرسالة جات لي اهي. انا متأسف الكود ده انا بدخله الكود ده امان لي انا بدخله على التطبيق عشان اه ادفع به الفاتورة بتاعتي زي ما اتفقنا. انا هقول الكود ده ان هدفعه دلوقتي فانت لو استخدمته مش هتلاقيها وهتلاقي مدفوع فانا هقوله بس دلوقتي عشان ادفع به الفاتورة. هو سبعمية وتلاتة ستمية وحداشر. هاجي هنا عند الرقم هو كان سبعمية وتلاتة ستمية وحداشر. آآ وبنيجي هنا عند الرقم السري للمحفظة بتاعت بنكتبه. زي ما انت فهموا مع بعض انا دلوقتي كتبت خلاص الرقم السري بتاعة محفظة وكتبت الكود اللي جالي في رسالة اللي هو فبعد كده هضغط هنا على يعني الدفع بواسطة المحفظة. مش هعمل اي حاجة تاني. زي ما احنا شايفين خلاص انا هنا آآ دفعت الفاتورة وجالي الرسالة اهي تم آآ دفع مبلغ سبعة وتلاتين جنيه وتمانية وخمسين قرش لي وفرها من رسيد محفظة كايز زي ما احنا شايفين كده مع بعض هذه الرسالة اللي جات لي. وهم حاجة ان الرسالة دي تجي لي عشان آآ بتأكد لي ان انا دفعت المعاملة. خلاص هنا دفعت آآ الفاتورة. ويقول لك هنا تحت قد يستخرج الموضوع اربعة وعشرين ساعة للدفع الفاتوري. بس كده ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. باتماني الفيديو بتاع النهاردة يكون اعجابكم. ياريت ما ننسوش تعملوا لوقتي الفيديو وتعملوا اشتراك بالقناة. ولو اي حد عنده اي سؤال مهما كانت تسيبوه التعليقات وان شاء الله ارد على قارب وقت. كان معكم محمد سيد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.